بعد كده أبو بكر لما لقى فيه قيل وقال طلع يخطب في الناس عشان يهديهم فغلط غلطة عمره إزاي؟ قال فلتت منه كلمة تسببت في مشاكل خطيرة جدا قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فقالوا له شكرا معظم القبائل أصلا كانت دخلت الإسلام ليه؟ ما هم دخلوا عشان يا إما بيقال له محمد وشايفينه أنه هو فعلا نحا معجزة أو أنه هم خايفين منه وغصبهم أو أنه هو بيستفيدوا من الحروب والغنائم وبيشاركوه فهي العملية كلها بعد محمد الفيلم تهد والليلة خلصت وخلص لمه الكراسي بقى فقالوا له شكرا يا عم الحج أبو بكر يبقى كده إحنا خلط وخلطة كتفرقوا الخلات وكل واحد يروح في حاله فطبعا أبو بكر كارثة يان هاري سود ما عملوش أي كارثمة وما عملوش أي تأثير عليهم زي محمد تب يعمليه دلوقتي في قبائل قالوا إحنا مش مسلمين يا عم الحاج وابتدت ظاهرة تظهر لذيذة قوي أنه هو مش قالوا أنه إحنا نرجع نعبد الأصنام تاني لا ده هم ابتدوا يقولوا آه إحنا مؤمنين بالله وكل حاجة بس كل قبيلة بقى يطلع منها النبي بتاعه زي أبو الأسود العنسي مثلا كل واحد يطلع القبيلة بتاعته ويجيب قرآن بتاعه فبقى رجع الموضوع قبلي مرة أخرى فأبو بكر طبعا أزمة بالنسبة له يعمليه بقى طب في قبائل قالوا إحنا لسه مسلمين بس مش هندفع زكاة ومش هندفع خرق طب برضو فلوس دخل الأعمالية كلها الأبيج الفلوس طب يعمل إزاي بقى ما فيش آية في القرآن تقول اللي ما يدفعش الزكاة يتقتل يجيب الحل ده إزاي